المسائل أيضا التي يكثر السؤال عنها حكم أخذ المال على تعبير الرؤى وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء ولكن أكثر العلماء وهو القول الراجح أنه لا يجوز أخذ المال على تعبير الرؤى وذلك لأن تعبير الرؤى مثل الفتياء والفتياء في قول عامة أهل العلم لا يجوز أخذ الأجر عليها فالفتياء وتعبير الرؤى ومكان أمرا دينيا الأصل أنه لا يجوز أخذ الأجر عليه إلا ما يعطيه ولي الأمر رزق من بيت المال هذا لا بأس به بإجماع العلماء سواء كان ذلك للمفتي أو للقاضي أو لإمام المسجد أو المؤذن أو غيره فهذا رزقه من بيت المال هذا جائز بالإجماع لكن الأجر الذي يقول لا أفتيك إلا بأن تعطيني كذا أو لا أعبر لك إلا بأن تعطيني كذا الذي يظهر أنه لا يجوز أن يشترط فيه المال إذا كان يأخذ من غير شرط لا بأس يعني تكون على سبيل هدية لا بأس أما بشرط وأن لا أفتيك إلا بأن تعطيني كذا أو لا أعبر لك إلا بأن تعطيني كذا فالقول الراجع أنه لا يجوز